يسعى الأردن الذي تشكل الصحراء معظم مساحته إلى زيادة الغطاء الحرجي من خلال مشروع لزراعة عشرة ملايين شجرة خلال عشر سنوات في خطوة ضرورية بعدما فتكت الحرائق والتغير المناخي بمساحات الخضراء واسعة في المملكة الغابات عندنا تشكل ما يقارب 1% من مساحة الأردن تتعرض لكثير من التهديدات من أهم التهديدات الحرائق والتحطيب الجائر عم نشتغل مع وزارة الزراعة عشرة كان في مدرية حراج كوزارة بيئة عم نشوف بعض الحلول المناسبة لهاي الأمور تقريبا عم نشتغل فيها كمان على برد أن نعمل زيادة مساحة الحماية في المناطق الحرجية وشارك نحو 150 شخصا في إطلاق المشروع الذي بدأ بزراعة 30 ألف شتلة خروب وكينا في كفرنجة في محافظة عجلون في تلة يمكن منها مشاهدة جبال الضفة الغربية غربا وجبال الشيخ شمالا إذا كان الجو صافيا تم زراعة 30 ألف شجرة هنا هذه 4-5 سنين بتبين وبتعطي مردودها المؤمل منها ورعية في زراعة الأشجار التنوع اللي بلائم البيئة أولا واللي بلائم أيضا النحل اللي مؤمل أنه أيضا يرفدنا بكميات عسل إضافية وتشكل الغابات أقل من 1% من مساحة الأردن وتتعرض غابات الأردن كل عام تقريبا لحرائق تنتج غالبا عن ارتفاع الحرارة صيفا أو بسبب إهمال المتنزهين الذين يشعلون النار أو يلقون بأعقاب سجائرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر